بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عارف يعني إيه؟ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يعني لا يظنوا بأنفسهم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظنوا من باب أو لبأ بأموالهم وأوقاتهم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجوز لهم أن يؤثروا الراحة ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد وحده ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب والخطاب على سبيل العموم لا يجوز لمسلم أنه يفضل نفسه ويريح نفسه ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني ويجاهد ويترك أنت متخيل إلى أن حد وصل حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي وصل إلى حياتك وروحك تبذلها له صلى الله عليه وسلم طبعا ابتغاء وجه الله لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أننا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحنا لو كان تمن نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرواحنا لقدمناها رخيصة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المسلم قضية بس مش قضية أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي هو يعني يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ده الأمر يعني اتسع ليشمل أكثر من ذلك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يا الله يعني وقت ما يتطلب الأمر أنك تدافع بروحك عن رسول الله وجب عليك ذلك صلى الله عليه وسلم قال الإمام السعدي رحمه الله وهذا فيه وجوب على المسلمين أن يفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر من الله بذلك بروحك اللي هي عز شيء عندك تقدمها لنجاة رسول الله لأن في نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تمكين للشريعة ونصرة للشريعة ربنا جعل من حق النبي عليك اللي أنت تدافع بروحك ونفسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما البقى البنت اللي بنقول لها البس الحجاب طاعتا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك لقى الموضوع صعب شوية لن أقول لك أنت لو تبذلي روحك لنصرة الرسول ده من واجبات الأمة تجاه نبيها وانت مش قادرة تلبس الحجاب الشرعي لما نقول للشاب بطل سماع الغناء المحرم اللي فيه تهيج للعشق اللي فيه إشغال للقلب عن سماع القرآن تيجي تقول مش قادر أسيب الأغالي لأنني أقول لك لو تجاهد وتدافع بنفسك وروحك عن رسول الله لكان ذلك واجبا عليك تيجي تقول مش قادر أسيب الأغنية مش قادر أكلم صحبي عشان بيننا مشاكل والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بإصلاح ذات البين مش قادر الموظف يتق الله في عمله ويجي في المعاد ويمشي في المعاد وتقول مضوع صعب علي ده أنت لو تروح تجاهد وتقتل ونفسك تقتل من أجل رسول الله لكان ذلك واجبا عليك صلى الله عليه وسلم فالأمر يا أخوانا مش قضية سهلة والجنة مش سلعة رخيصة يبقى المسلم يعرف أنه هو لو بذل روحه من أجل رسول الله ما كان ذلك الكثير هو ربنا سبحانه وتعالى يشكر هذا الأمر لكن هي من واجبات الأمة زاء نبيها صلى الله عليه وسلم يبقى محدش يعني يستصعب أمورا وهو ما تعرضش الأمر قد يكون واجبا عليه تتعرض في موقف لازم تدافع على رسول الله والتمن موتك ما تقولش بقى أنا يبقى أنت لازم تقدم الأول الثمن تبذل الأول الثمن في نصرتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان أكون ضامن إنك فعلا لو وجدت في زمان الله صلى الله عليه وسلم وأمرت بالدفاع عنه حتى الموت لا استطعت أن تفعل ذلك أي عظيمة جدا شعار في حياتنا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في ذاك نفسي وأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر